ما انا متش الموايق هذه الموايق المصرية فانا النهاردة لو انا بتكلم على خطوات الجاية هو ده الهدف اللي احنا نقدر الحكومة تبقى واعتقد الحكومة الشغالة على ده ان انا مش عايز الاختصال بتاعي يضرب معدلات النمو اللي بتكلم عليها دكتورة هالة سعيد النهاردة اربعة واثنين من عشر ويكون اكبر معدل نمو على نهاية هذا العام اللي هو اكتر نمو موجود ربما في المنطقة او في العالم زي ما قالت كده بالظبط رايحله طب اسنده ازاي انت النهاردة عندك مرتبات تدفع اديه عندك سيحة توقفت ما عندكش داخل السيحة اللي كان بيجي لك كل شهر مليار دولار تقريبا ولما يقل لي كان تسعمائة مليون دولار ده ما بقاش بيجي ولا دولار فتخيل كل ده كان داخل بيجي لك مش موجود هتضطر تعمل ايه البديل اللي عندك اه ده اعمل ده طب لو انا وريك بس دلوقت يا وريك الحسين عشان تعرف حضرتك البلد بتتعرض ل ايه النهاردة وكل واحد فين يبقى عارف المشكلة اللي احنا فيها اللي فيها البلد وانت قاعد في بيتك النهاردة تبقى باصص على الحسين هل الحسين ده في اي وقت هذا الظرف الانساسناء اللي احنا فيه قدام حضرتك اهو على الهواء مباشرة ميدان سيدنا الحسين قدام حضرتك في رمضان تالت يوم رمضان هل ده معتاد تقدر كنت تشوف المشهد ده بالشكل ده اللي موجودين رجال الشرطة وده دور رجال الشرطة اللي انا بحيهم بسلم عليهم بمس عليهم الشرطة هي اللي موجودة وازاي ما انت شايف الشارع نضيفة وغل محلات قفلوا وانضباطوا ما فيش حد موجود وانت خلاص دلوقت الساعة تسعة فما فيش حد في الشارع فمش هتلاقي حد في الحسين الحسين عمره ما كان يبقى كده عمره حسين ده ما كانش بينام يعني المنطقة دي ما كانش يعني ما تلاقيش تبقى يعني عايز وسط عشان تحجز عند المطعم الفلاني او العلاني او القهوة الفلانية او كده اي حد فينا رمضان في المكان ده شوف المكان ده النهارده قدامك شكله ايه ده تأثيره قد ايه على تأثيره ايه على الشعب تأثيره ايه على على الايد العاملة وانا عشان كده بقول انه البلد عليك فيه تحدي كبير قدام الدولة ان احنا ازاي نستغل اه هذا الامر ان احنا نبدأ فيه التشريعات الجديدة وازاي يبقى عندنا الافكار الطموحة زي ما نطق عليها افكار طموحة يعني عايزين ناخد خطوات اه اه فاعلة بسرعة جدا نطرح ليه الرأي العام نبدأ احنا تغيير فيه مسألة الافكار بتاعتنا الخاصة بيه اه ما بعد كورونا سياسات معينة لحول الاستثمار التنمية القيمة المضافة اللي ممكن تحقق لمصر خلي بالك لما اجي النهاردة اتكلم على قطاع خاص او اتكلم على مستثمرين والمستثمر ده يعمل الدولة ممكن عند